السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام انتوا بخير اقترب شهر رمضان وحكاية النهاردة ايه حكاية ادارة النادي الزمالك مع افطار اللاعبين في نهار رمضان يلا نعرف الحكاية عنوان غريب ادارة النادي الزمالك تخلي اللاعبين يفطروا في نهار رمضان ايه ده ما تستغربش الحكاية دي حصلت في سنة 2014 الكلام ده مش كلامي الكلام ده كلام لاعب نادي الزمالك السابق احمد سمير وبيقول لنا كان بيدرب نادي الزمالك وقتها الكابتن احمد حسام ميدو والكابتن احمد حسام ميدو كان بيفطر في شهر رمضان رغم ان كان صحته كويسة وكان بيقول اللاعبة يفطروا لان هو كان شايف ان الصيام بيقلل من قدرات اللاعب وبيخليه مش في نشاطه قوته البدنية ما احترامنا لمهارات احمد حسام ميدو كلاعب في نادي الزمالك وكلاعب دولي وكمدرب بس شهر رمضان بيجي مرة في السنة فلابد ان الجميع يلتزم كبير وصغير بس يوم شهر رمضان وان لابد المدير ان هو المدير النادي ومدرب الفريق ان هو يعني يخلي باله من النقطة دي وينصح اللاعب الصغيرين ويكون قدوة حسنة ويقول لهم ان الصيام شيء كويس ولابد ان دايما المباريات تقام في مواعيد بعد الفطار بعد المغرب ويكون في تنسيق في المواعيد ولازم المدرب يكون قدوة حسنة للعيبة ويشجحهم على الصيام وما افطرش قدامهم وكل عام انتم بخير جميع الشعوب العربية والشعب المصري ونادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري ونادي ونادي الاهل المصري وكل الاندية نادي الاسماعيلي ورمضان يجمعنا على خير اللهم بلغنا رمضان اقترب شهر رمضان اشتركوا في القناة